تشاهدون في هذه الحلقة انقطاع الكهرباء يضاعف معاناة الصيب في عدن مشغولات فضية مشبعة بتفاصيل الماضي الجميل الكابتن جمال نديم اسم مميز في ذاكرة الرياضة اليملية ولاعب عشق الكرة بكثة تفاصيلها مشاهدين الكرام كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والأخبار والفعاليات التي حصلت خلال الأسبوع تابعونا علق مجلس تنسيق نقابات شركة النفط اليمنية في عدن الإضراب العام عن العمل لمدة أسبوعين وقال بيان صادر عن مجلس التنسيق إنهم تلقوا وعودا من رئيس الحكومة بحل الإشكالية في اللائحة المنظمة للعمل بين شركتين النفط ومصاف عدن بما يحفظ كافة حقوق الأخيرة بتوزيع وبيع المشتقات النفطية وأوضح البيان أن ضخ المشتقات النفطية من خزانات مصاف عدن إلى خزانات شركة النفط لتوزيعها وتسويقها سيستمر بنفس الآلية المتبعة من قبل الشركة بدأت في المعهد العالي للقضاء بالعاصمة المؤقتة عدن المرحلة الثالثة في إجراءات مفاضلة لطلاب الدفعة الثالثة والعشرين بالمعهد ويخوض 333 طالبان المقابلات الشخصية كخطوة ثالثة في إجراءات القبول بالمعهد العالي للقضاء بعد إجراء الاختبارات التحريرية والشفوية فيما تليها المرحلة الأخيرة من خطوات القبول وهي مرحلة الفحص الطبي وتعد هذه أول عملية قبول للطلاب المعهد العالي للقضاء في العاصمة المؤقتة عدن بعد قرار نقله إليها الكهرباء هي سمة من سمات العصر الحديث ولكن اليمن تبدو كأنها تعود شيئاً فشيئاً إلى عهد ما قبل التكنولوجيا في ظل تردي خدمات الكهرباء ولا حلول تبدو في الأفق القريب عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لم تشهد حلولاً جذرية لمشكلة الكهرباء عدى بعض المعالجات الترقيعية التي أسهمت مؤخراً في التخفيف من حدة المعاناة وليس إنهاءها الوضع أقول لك من الأسوأ إلى الأسوأ حاولنا بجميع الطرق معنا مولدات معنا نشتناطي عاجز عشان نشغل ما بيش فايدة ما جي من صيف والكهرباء تكون أخاس من صيف في عدن المواطير ما تتحملش المكيفات الأقواء حارة خاصة أنا معك شهر ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أقواء حارة تسلخ القلد يعني إذا ما بيش مكيفات على أقل حاجات الناس ما تقدر تتحمل الكهرباء في ناس معهم أمراض السكري والضغط ما يتحملوش يموتوا من الحارة الحكومة هذه صح أنه في وضع مختلف عن الوضع الطبيعي أتمنى أنها تهتم بالكهرباء أكثر وأكثر مثل ما هتمت في بداية المشكلة الآن في الأشهر الماضية منذ ما بعد الاستقلال في ستينيات القرن الماضي واليمن ريفها والحضر لم ينعم بحياة مستوفية الخدمات خاصة قطاع الكهرباء الذي شهد بسبب حرب الإنقلاب تدهوراً هو الأسوأ في تاريخ البلاد الكهرباء عندنا بالذات في منطقة عدن واليمن بشكل عام يعني أزمة لكل حكومة ورغم الوعود التي قدمتها الحكومة يعني في مشاريع الجديدة الآن التي تصلحها والمناغصات بسبب المولدات الجديدة التي تعملها ما نلتمسش أي شيء المواطن ما نلتمسنا تقفوا ساعتين أو ساعتين أو ثلاثة من ساعة إلى ثلاثة ساعة بس ما تكفيش أنا ما تغطيش الغرض ما تغطيش تغطي العمل أضطرنا أننا نغير الكهرباء من الكهرباء للغاز الآن لنا أكثر من سنتين تقريباً يعني مفروض مفروض انتهي كنا في ديسمبر 2017 لكن للأسف امتدت الفترة إلى يومنا هذا وما زالت المعدات لم تستكمل بعد يعني تم تقهيز الغلاة رغم خمسة رغم ستة والتربين رغم خمسة وشغالين في أحسن حالاتهم مع هذا التربين رغم ثلاثة لم يتم إنقاذه بسبب عدم وصول قطع الغيار والسلسل إن شاء الله ويستتم إنقاذها حتى نهاية العام حسب معرفتنا من خلال التواصل مع الجانب الأوكراينيين معضلة الكهرباء سببها الرئيس إغفال الحكومة المتعاقبة إنشاء محطات توليدية والاعتماد على المحطات القديمة المتهالكة الخارج معظمها عن الجاهزية لغياب دورات الصيانة الشاملة وتقادم العمر الافتراضي لها مشروع التهيل شوف في له صعوبات وفي له إيقابيات طبعا الإيقابيات إنه نحنا في الصيف هذا قدرنا نفتغل في المحطة هذه بطاقة إنتاجية لا أتقل يعني في حدود في المتوصلة في حدود 80 ميجاوات العام الماضي واللي قبله كنا في 11 ميجاوات يعني شو الفرق حشلات المرات الحل مولد موجود والدازل مش موجود والغاز برضو معدوم يعني كانت دباب 2500 ب3000 الآن نشيلها 5500 كذلك المواطن تحمل بعض الأعباء بسبب الربط العشوائي الاستخدام الكثير من ما يقوم عندنا البطرة يخلي الكهرباء البيت الرعجين ساعة العاصي وعدم تزيد الفواتير الكهرباء لأنه الآن الصحاب الكهرباء يشكو من عدم تزيد الفواتير فالشعب اليمني كله على بعضه يتحمل إذا ما فيش تعاون تكافل من قبل المسؤولين والمواطنين بنفس الوقت أكيد الكهرباء بتستمر على هذا وضعهم كانت تزيد أسوأ الأسوأ صيف قائد تكابده عدن كل عام تستقبله بشبكة منظومة متهالكة وبأعلى نسبة عجز في التوليد غالبا ما تقابل بردود فعل غاضبة وأعمال شغب دامية تعكس حالة لا استقرار في المدينة الغارقة في الظلام نرحب بالمهندس عبد الله أحمد محمد هاجر نائب وزير الكهرباء والطاقة أهلا ومرحبا بك اليوم معنا نائب الوزير في هذا اللقاء الذي نناقش فيه وضع الكهرباء في اليمن وبالأخص في العاصمة المؤقتة عدن بداية لا تخفى معاناة الكهرباء يعني التي يعاني منها اليمنين على أحد في رأيكم ما هي الأسباب ومن يتحمل المسؤولية بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في وزارة الكهرباء والطاقة شاكدين وصولكم إلى هنا لإطلاع على وضع الكهرباء بصورة عامة في الجمهورية اليمنية نفسه وبصورة خاصة في منطقة عدن الحقيقة بالنسبة للكهرباء الكهرباء ذات الشجون نفسه وضع الكهرباء في اليمن وفي الجمهورية اليمنية نفسه وضع سيء من سنوات وليس من وليد اليوم نفسه الكهرباء في اليمن تقريبا لم يدخل أي توليد في الكهرباء منذ عشرة السنين تقريبا آخر توليد دخل بالنسبة للكهرباء من خمسين سنة ومحطة مارب الغازية التي هي الآن واقفة بسبب الحاجة الماسة للصيانة العمرية للمحطة الغازية هذا هو المشروع الاستراتيجي الوحيد أما بقية المحافظات أو بقية المناطق خاصة في عدن نفسه فكل التوليد الذي موجود لا حتى الآن نصه من المحطات القديمة التي قد انتهى عمرها الإفتراضي ونص الآخر من استعجار الطاقة من القطاع الخاص وكل هذه المحطات التوليدة التي تعمل الآن سواء باستعجار الطاقة أو المحطات التابعة للحكومة هي تعمل بوقود التيزل ووقود المازوت وهذه طبعا الجدوى الاقتصادية بالنسبة لهذه المحطات أو باستخدام الوقود غير مجدية على الإطلاق فانتس عبدالله قلت خمسون عاما لم تتجدد المحطات ولم يحدث أي تطوير بشكل عام للكهرباء في اليمن من يتحمل مسؤولية هذا؟ الحقيقة المسؤولية الأولى تتحملها الحكومة نفسها وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة للحكومة لم تستطيع الحكومة أن تلبي الاحتياج المتزايد للكهرباء المنتشر في جميع محافظات الجمهورية سواء أنا مسترمودة أو مستوى القرى نفسه وبقية كلها الحكومة تسعى فقط للحلول الإسعافية الإسعافية فقط لحل المشكلات في الفطرة التي مطلوبة فقط فيها أما مشكلات الكهرباء فهي طبعا بحاجة إلى محطات استراتيجية وهذه المحطات الاستراتيجية تحتاج إلى تمويل والبحث على التمويل هذا هي كانت المشكلة العويصة والمشكلة الكبيرة لتنفيذ الخطط التي ترفع من قبل وزارة الكهرباء بصورة مستمرة ترفع بالخطط واحتياجات للمحطات الاستراتيجية كان آخر هذه الخطط التي رفعت على أساس حل مشكلات الكهرباء بصورة نهائية وهي في سنة 2013 عندما زال حقامة الرئيس الصين وكان هناك أيضا استعداد من الحكومة الصينية على أساس يحلوا مشكلة الكهرباء بصورة مشكلة التوليد بصورة نهائية نفسه محطات التوليد وأيضا خضوط النقل خضوط النقل أيضا هذه مشكلة كبيرة جدا نفسه وكان هناك فيه اتفاقيات أولية تم توقع عليها في 2013 في نهاية 2013 بين المؤلوزات الكهرباء والحكومة الصينية على أساس أن الحكومة الصينية ستستطيع أن تقدم حلول مكتملة مع التمويل لثلاث ألف ميجا وهذا كان الحل المناسب والحل الوحيد المقصدية لحل مشكلة التوليد للجمهورية اليمنية بالكامل الحقيقة أنه فيه تأخير في 2013 لكن حل أفضل من ما لا حل نفسه أما بالنسبة للسنوات السابقة زي ما قلت أنا المزارك كانت ترفع الخطط أولا بأول نفسه وكانت اعتمد في الحكومة لكن كانت المشكلة العودة لأن المشاريع الكهرباء وخاصة المشاريع الاستثاثية مكلفة كلها من المليار وما فوق المشاريع الكهرباء سواء في خطوط النقل أو في محطات التوليد مهانتس عبدالله هل يعقل بأن الجمهورية اليمنية في فترات التي سبقت الحرب في فترات الأمن والاستقرار لم تكن تمتلك الموارد الكافية لدعم منظومة الكهرباء بشكل عام؟ الحقيقة أستطيع أن أقول أنه فعلا كان فيه خلل كبير جدا نفسه كانت الحكومات المتعاقبة نفسه من الثمانينات ومعد الوحدة إلى اليوم نفسه تدعم الكهرباء بمبالغ باهضة جدا نفسه كان هناك دعم من الحكومة يقدر بأكثر من مليار ومائتين مليون دولار سنويا نفسه لقضاع الكهرباء نفسه كان معظم الدعم هذا يروح في استعجار الطاقة وفي قيمة الوقود نفسه الذي هو المازوت والديزة نفسه وكان بإمكان هذا المليار والمائتين يحل مشكلة 600 إلى 700 ميجاوات وأيضا خطوط النقل تحل مشكلة طبعا بصورة مستمرة سواء باستخدام المحطات الغاز أو باستخدام محطات الفحم هذه المحطات التي فيها دراسات جدوى من قبل استشاريين أجانب نفسه وعلى أساس أن أفضل محطات أفضل محطات بالتوليد هي باستخدام الفحم واستخدام الغاز الطبيعي أين ذهب هذا التمويل؟ الحقيقة الآن ما فيش تمويلات لأنه ما قلت لش كان التمويل هذا تتحمل الحكومة التعم شهري نفسه وسنوي لكل المحطات هذه المحطات التي قد عفا عليها الزمن والذي أيضا كانت تدعم رهل الإفتراضي كانت تستخدم تستخدم وقود التيزل والمازوت ولا زالت المحطات لا حتى الآن كل المحطات التي موجود عندنا ما عدا محطات مهربة الغازية هي التي استخدم الغاز أما بقية المحطات استخدم التيزل والمازوت وهذا الآن للأسف أستطيع أن أقول أنه على مستوى العالم كله العالم كله نفسه حتى ما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي الذي عندها بحر من النفط بدأت تفكر في استخدام المحطات ذات الجدوى الاقتصادية أي أقل كلفة والهي المحطات الغازية ومحطات الفحم الحجري ومحطات أيضا الطاقة المتجددة بالنسبة لاتفاقية الصين هل لا تزال قائمة؟ اتفاقية الصين لا زالت قائمة ووقعت أثناء تواجد فحمة الرئيس هناك نفسه لكن بسبب الأوضاع ما الذي ستقدمه اليمن بديلا عن ما ستقدمه الصين لدعم لمنظومات الكهرباء؟ هو الحقيقي كان على أساس أنه طالبها الحكومة الصينية فقط ضمانة الحكومة اليمنية نفسها على أساس فيما يخص تستير النفط إلى الحكومة الصينية كضمانات حكومية لكن الحقيقة الحكومة الصينية تقدم ضمانات وحلول مكتملة نفسها كانت الحكومة الصينية تقدم القروض القرض كامل 100% وليس 85% وليس 80% لكن كانت العيب في هذا الاتفاقية كان يطلبوا فوائد تجارية وليس فوائد ميسرة لأنه المبالغ كبير جدا على أساس أنه أظن 6% وما فوق نفسه فكان فيه اعتراض من قبل الحكومة اليمنية ومن قبل مجلس النواب على أساس أنه هذه مرفوضة التمويلات أو القروض بهذه الطريقة النفسية لكن لو جينا نحسبها بحسبة الإنسان العاقل نفسي وما بتخسرها التولى من مبالغ قاهضة جدا في مجالة الاستخدام التيزل والمازوت في المحطات التوليد نجد أنه فعلا المبلغ لا يساوي شيء أو الفوائد هذه لا يساوي شيء فلو حسبنا حسبة كان المشروع الستمائة ميجا مع خطوط النقل لمحافظة عدن نفسه كان ستكلف في حدود مليار وثلاثمئة هذا الاتفاقية التي وقعت في حضور فخامة الرئيس مليار وثلاثمئة مليون معناته وفرصة السماح للتمويل كان 15 سنة وبعد الخمسة عشر سنة هذه المقصد لو حسبنا أنه فقط نصف المبلغ هذا ستمائة مليون ستمائة مليون دولار نفسه خصص للقرض هذا معناه أنه معدن ستتشل القرض والفوائد في خمسة عشر سنة ستددتها في خمس سنوات إضافة إلى أنه كانت الحكومة الصينية كانت تضرب عصورين بحجر كانت تأخذ الفوائد والأقصاد السنوية لمدة خمس سنوات ست سنوات ثم تعفية التولاد لأنه في الأساس كانت تدعم الصادرات الصينية وهذا المشاريع الذي كانت ناجحة في الوقت الحالي في كثير من دول أفريقية نفسه في أثيوبيا في أكثر من مكان في السودان في أكثر من مكان وعفدتهم الحكومة الصينية لكن عندنا زي ما قلت التنظير والعقبات كانت تجينا من قبل الأسف ممتلية الشعب في مجلس النواب على أساس القوانين السائدين لا تسمح بهذه الفوائد نفسه وهذه كانت الصعوبة الوحيدة هل تذللت هذه الصعوبات؟ الآن المفروض أنه ما فيش حل غير غير الكلام هذا التوليد بالغاز أو التوليد بالفحمة واليمن اليوم في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي تعانيه هل هي قادرة على الإيفاء بهذه الضمانات؟ والله أعتقد أنه في هذا الوضع أتوقع أنه صعب لكن أنا أعتقد أن المشكلة الأمنية هي فقط المشكلة الوحيدة أما إذا المشكلة الأمنية حلت بمعنى أن إصلاح مظلومة الكهرباء مرتبط بالوضع الأمني الموجود في البلد؟ نعم لأنه الآن كل التول حتى معنا معاهم مشاريع نفسه رافضاً قاطعاً نفس الدخول لليمن في هذا الوضع الذي تعانيه البلد في هذه اللوقات نفسه عندنا مشروع ماري بثنين نفسه مشروع ضخم أيضاً مشروع من المشاريع الاستراتيجية 400 ميجا واقف الآن مع العلم أنه الآن قد قضعوا شوط كبير بالنسبة لتوليد المواد 100% أو 90% وبالنسبة للتركيبات قد قضعوا 50% والمواد الآن في الطريق سواء في الحديدة مجموعة من المواد وأيضاً في طريق آنس مجوع من المولدات والمحولات لازلت راكني هناك من 2015 لو نتحدث مهندس عبدالله عن أضرار التي سببتها الحرب 2015 خاصة في عدن سببتها لمنظومة الكهرباء بشكل عام أستطيع قلني الحرب للأسف دمرت الكهرباء تدمير كامل نفسه في كل المجالات المالية والإدارية والفنية نفسه وتعطلت جميع المحطات تعطلت جميع المحطات في أعلى مستوى الجمهورية وبعد تحرير المحافظات خاصة في عدن نفسه لازلت عدن تعاني من عدس كبير جداً في المحطات أو في المنظومة الكهربائية سواء في المحطات التوليد أو في الشبكات نفسه أما بقية المحافظات الآن لازلت الوضع سيء جداً حتى الآن الآن الوضع في صنعة في الحديدة في حجة في المحويت في مارف كل الوضع سيء بالنسبة للكهرباء لأنه الحقيقة تدمرت المنظومة الكهربائية تدمير كامل والآن بالنسبة للحكومة وبالنسبة لنا في الوزارة نستطيع أن أقول لأسف أن نحن نحلم أن نعود إلى الوضع الذي كنا فيه في 2015 هذا يعتبر عندنا أنه مكسب كبير جداً في الوضع لأنه الحقيقة المنظومة الآن بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة عمار نفسه تكلف ملايين الدولارات نفسه بالنسبة لمديونية الكهرباء في القطاع الخاص والحكومي كم بلغت وهل هناك آلية معينة لاستخلاص هذه المديونية؟ الحقيقة التي عندي الرقم فيما خص محافظة عدن أو العاصمة المؤكدة عدن المديونية الحقيقة وهو كبير جداً نفسه تجاوزت المديونية بالنسبة للقطاع الحكومي وقطاع الأهالي 48 مليار ريال نفسه وهذا مبلغ كبير جداً ضخم جداً لا بعد الحدود نفسه وعمر المديونية ربما أن توصد الآن يكون أكثر من 35 شهر وهذا لم يحصل من سابق تماماً نفسه أنه دقة المديونية هذه موجودة عند المواطنين أيضاً مع العلم أنه تعرفة الكهرباء تعرفة لا زالت مجانية صديقة أقول أنه مجانية ولا تغطي حتى نسبة 20 إلى 25% من قيمة كلفة التشغيل للكيلو الواحد هل هناك آلية معينة لإصلاح منظومة الكهرباء على الأقل في بعض المناطق فلنقول المناطق المحررة يعني وبالأخص العاصمة المؤقتة عدن على مدى السنوات القريبة؟ كما ذكرت لك نفسه أنه هناك بالنسبة للعاصمة المؤقتة عدن نفسه لدينا مشروعين دائسيين كبيرين نفسه الذي هو مشروع فقامة الأخريص الجمهورية المرحلة الأولى 265 ميكاوات نفسه محطة تعمل بالغاز لكنها ستعمل مؤقتنا الآن بالوقود الثقيل والمشروع الثاني الرئيسي هو مشروع خطوط النقل أيضا مشروع حكومي الذي سيمتد من الحسوة إلى المنصور ثم من المنصورة إلى خرمكسر نفسه هذا سيحتاج إلى 18 شهر بدأ العمل فيه من الشهر الماضي نفسه والآن في طورة تصنيع أما بالنسبة للمحطة أنا أتوقع أنه المحطة التوليد سينتهي العمل منها في نهاية العام 2019 والحقيقة فخامة الأخر رئيس الجمهوري يشرف على ذلك شخصيا في إنجاز هذا المشروع الكبير نفسه هذا أن أتوقع أنه سيحل أستطيع أن أقول 90 إلى 95 من مشاكل التوليد في العاصمة المؤقتة عدد نفسه بالنسبة لبقية المحافظات لا يوجد لدينا إلا مشروعين رئيسيين نفسه الانتهاء من الصيانة العمرية للمحطة الغازية مارب التي هي قدرة 340 ميجاوات وهذه أتوقع أنه سيستفيد منها كثير من المحافظات محافظة مارب، محافظة الجوف، محافظة شبوة إضافة إلى أنه بإمكان إذا تم الاتفاق مع الحكومة الإنقلابية في صنعة أنه ننقل التوليد أيضا إلى استفيد من نبقية المحافظات التي هي صنعة ثم دمار ثم تعز ثم غيرها محطة مارب 2 أيضا 400 ميجاوات نفسه يجب أن الاستكمال المشروع حيث تمويل حقه جاهز وموجود وأشركم أنه أيضا الشركة المنفذة شركة بهارات وافقت على العودة للعمل في صافر في مارب لإكمال المشروع نفسه والآن في مشروع قرار مطروح على مجلس الوزراء في رسد الفجوة المالية ومبلغ حوالي لا يتجاوز 26 تقريبا 26 مليون دولار الذي حصت الحكومة كانت عليها نفسه وفيه هناك إن شاء الله وعود من البنوك الممولة من الصناديق الممولة وهي تقريبا صندوق العربي والصندوق السعودي نفسه أنهم مستعدين يغطوا هذه الفجوة فإذا تغطت هذه الفجوة نتوقع أنه بإمكان استكمال المشروع والذي إن شاء الله بالكثير بالكثير يأخذ له سنة ونص إلى سنتين وينتهي المشروع الذي هو 400 ميكا نعم نستطيع أن نقول بأن قد يكون الصيف في 2019 ليس ساخنا كبقية الصيف الذي شهدته العاصمة للوقت عدن أقول أكد الكلام هذا إن شاء الله لن يكون ساخنا زي الصيف هذا والصيف السابق طبعا الصيف هذا الآن مقارن في عدن نفسه أفضل بكثير جدا من الصيف العامي في عاصمة موقت عدن هذا ما سمعت النفس من المواطنين وأيضا من المؤسسة الأكوادر المؤسسة العامة للكهرباء الذي كانوا موجودين في 2018 هل هناك حملة أو آلية معينة تنون من خلالها التخلص من الربط العشوائي؟ الحقيقة لا يوجد أي عذر للوقت الصين أو للمؤسسة العامة للكهرباء عدن نفسه في التقاعس وفي عدم البدء أو في الحملة تحل مشكلة العشوائي وأيضا في الحملة تحصيل المتأخرات والمبيعات من المشتركين كامل سواء حكومي أو أهل لا بد من تحرك السريع في هذا المجال إذا كان يريدوا أن يقدموا خدمة للمواطنين خدمة نظيفة أو خدمة على مدار 24 ساعة غير الكلام هذا صعب جدا جدا نفسه أنه تستمر الإرادات أو تكون الإرادات موجودة عند المواطنين وأيضا يطالبوا بخدمة جيدة بالنسبة للكهرباء محطات توليد الطاقة الموجودة في العاصمة المؤقتة عدن هل هي قادرة على الإيفاء في ظل التمدد والتوسع العمراني الذي تشهده العاصمة المؤقتة؟ طبعا المحطات القديمة الآن زي ما قلت لليشين محطات قدرتها قليلة جدا نفسه لا تغطي ولا حتى نسبة 20% نفسه من الطاقة ولذا ليش نحن الآن لو الحكومة تتجرع أشياء كبيرة جدا وتحمل تكاليف كبيرة جدا استعجار الطاقة من الإقضاء الخاص نفسه بسبب هذا الموضوع والعاصمة عدن لكي تواكب التوسع العمراني وتواكب أيضا العدد الوافدين نفسه إلى عدن لا بد من محطات استراتيجية وفعلا هذه المحطة التي يقول لكم المحطة 265 ميكاوات هي تعتبر أول محطة استراتيجية كبيرة تنشأ في عدن برعاية فخامة الأخريس الجمهور في رأيكم مهندس عبدالله متى يمكن أن تنعم اليمن بكهرباء جيدة أسوة بباقية الدول المتحضرة؟ الحقيقة اليمن شوك الكهرباء هي أساس البنية التحقي وأساس التنمية بدون كهرباء لا يوجد تنمية على الإطلاع نفسه ولذا الحكومة الحقيقة بدأت من 2010 وموافقه وكانت أيضا تحتم في مسألة الكهرباء حكامة رئيس الجمهوري عندما أراه للصين كانت زيارة كلها زيارة للكهرباء وطالب من الحكومة الصينية أنهم يوفروا لنا خمسة ألف ميكاوات كمرحلة أولى نفسه في هذه الأيام ومثل هذه المشاريع هي هذه فعلا مشاريع التي ستحل مشكلة الكهرباء ودواكبة التدور الذي حاصل في الدول الجوار وأيضا في الدول المتكتبة غير الكلام هذا ما فيش نفسه لأن عندنا منظومة الكهرباء في التوليد وأيضا في النقل كلها منظمة محترئة ولم يحصل فيها أي تجديد ولم يحصل فيها أي تطور نفسه خلال عشرات السنين أو ربما توصل لها 30 أو 40 سنة نفسه المشاريع التي كانت الرئيسية من قبل الوحدة هي كانت فقط معنا محطة الحسوة في العاصمة عدن نفسه ومحطة رأس كتيف في الحديدة ومحطة المخاء في المخاء وأستطيع أقول لك أن هذه المشاريع في الثمانينات أنشأت وكانت تغطي الاحتياج وزيادة أنا اشتغلت في الكهرباء من سنة 85 وكنت مطلع على تعريفة الكهرباء فنتصور أنه كانت تعريفة الكهرباء في هذه الأيام نفسه للمشترك العادي الأهالي نفسه كان ريال واحد للكيلو وبالنسبة لكبار المستهلكين المحطة الذي كان مصانع الاسمنت وبيت هاي السعيد وكذا وكذا كان نشجعهم يأخذوا الكهرباء بـ 65 فلس أقلنا من قيمة الكهرباء للمشترك نفسه لأنه كان عندنا في وفر فتحوا محطة المخاء وعندنا وفر في الكهرباء هذه الخططة التي كانت المفروض أن الحكومة تسعى إليها بهذه الطريقة لكن للأسف بعد الوحدة نظرا لعدم وجود التمويلات الكافية لإنشاء محطات استراتيجية بيقلوا أيضا محطات إسعافية محطة إسعافية كل شهر كل سنة يعملوا محطة إسعافية وهي استخدمه وقود التيزل ووقود الماسود وهذا الوقود والوقود الذي على مستوى العالم وكله نفسه إنه مكلف جدا جدا ولا يمكن أن يكون مكلف ذات جدواء اقتصادية تصدع الكهرباء أو تصدع الوزارة أن تتحمل نفسه دون تعمل الحكومة هل تمت رسالة تودون قولها مهندس عبدالله من خلال هذا اللقاء؟ الرسالة المهمة جدا نفسها الآن أنه أرجو رجال حار وأطلب من الأخوة المشتركين في عدن أن يساعدونا في مسألة حل الإشكالات فيما خص العشوائي وأيضا في مسألة تسديد الفواتير زائد المتأخرات التي لديهم طبعا سيركون إن شاء الله هناك لن يكون هناك قسوة على أساس أنه نطلب من المواطنين نفسهم المشتركين يسددوا فواتيرهم بالكامل ولكن يسددوا الآن فاترة المبيع زائد جزء بسيط نفسه من المتأخرات حتى تستطيع المؤسسة أن تخيب التزامتها تجاه المواطنين الآن المؤسسة بحاجة ماسة جدا جدا لتحسين الشبكة لتحسين الشبكة وتغيير المحولات لأن المحولات الموجودة الآن تقريبا في كل المربعات في العاصمة المؤقتة عادة نفسها بحاجة إلى توسعة وهي تكلف مبالغ كبيرة جدا وأقول للأخوة المشتركين أن الحكومة الآن صعبة صعبة ومستحيل أنها تتحمل أكثر من ما تتحملها الآن الحكومة الآن تقوم بدفع قيمة استعجار الطاقة من القضاء الخاص وتقوم بتوفير الوقود وهذا أيضا مكلف جدا نسب وتقوم أيضا بدفع قيمة المشاريع الكبيرة مثل مشروع الـ 165 ميكا الذي هو بتوجيهات بقامة الرئيس الجمهوري وتقوم بدفع كثير من قيمة المعادة المستهلة كالزيوت وغيرها وغيرها فصعب جدا أن الحكومة تتحمل كل شيء نفسه والمؤسسة لم تقوم بعملها في مسألة تحصيل المديونية من لدى الغير نفسه إضافة إلى أن الحكومة الآن أيضا بتصرف مرتبات للمحافظات العدن ومحافظة لحج ومحافظة أبيان من حسابها وطبعا المؤسسة مفروض تصرف المرتبات من إيرادات نفس المؤسسة إيرادية فهذه المطلوبة الآن يتعاونوا معنا المشتركين على أساس أنه إن شاء الله في الصيف القادم يكون هناك أيضا حلول العمل الآن أنه أيضا التوليد ليس حل نهائي لأنه لابد التوليد يتزامن معها حلول في مسألة خطوط النقل زائد أيضا خطوط التوزيع نفسه والمحولات التي على مستوى الحارات والأحياء نفسه غير الكلام هذا يكون فيه صعوبة جدا إذا يكون عندنا وفر في الطاقة لكن لا نستطيع أن نصرف الطاقة لبقية كل الناس في مستوى نفسه المهندس عبد الله أحمد محمد هاجر نائب وزير الكهرباء والطاقة شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء لطالما كانت الفضة رمزا من رموز الحضارة اليمنية بصياغتها المتقنة ومنظرها الجميل حكايتنا لهذه الحلقة صناعة الفضة والصياغتها بأشكال ونماذج مختلفة من المهن التي احترفها اليمنيون منذ القدم وتوارثها الأجيال لإبراز التراث اليمني الضارب في عمق التاريخ مشغولات فضية مشبعة بتفاصيل تراثية قديمة تجسد حرفية اليمني ومهارته في تطويع معدن الفضة وتحويله إلى تحف فنية غاية في الدقة والمتانة في عدن تزهر تجارة الفضة بأشكالها المميزة والمزينة بأحجار كريمة كالياقوت والعقيق اليمني خاطفة لجمالها أنظار المرة والمهتمين بالمشغولات اليدوية تتزين محلات بيع الفضة بأجمل الأشكال من الخواتم والعقود التي يتخذها الرجال والنساء كحلي للزينة في مختلف الأوقات والمناسبات برزت الفضة في اليمن كمصدر للقوة والجمال فهي قبل أن تستخدم للزينة كانت سكوكاً نقدية للعملة المتداولة في الأسواق وتدفع مهوراً للزواج تتميز الحلي الفضية بدقة زغارفها التي تثبت مهارة الصناع في التشكيل الحر بكل ما تختزله الذاكرة من إبداع هندسي يجعل من صفائح الفضة لوحات وتحفنية تسر الناظرين عرفت الفضة منذ العصور القديمة بأنها معدن زخرفي قيم فهي من أكثر المعادن القابلة للسحب والطرق والتوصيل للحرارة والكهرباء إضافة إلى كونها أكثر صلاة من الذهب وأنعم من النحاس تبدأ صناعة الحلي الفضية بسهر الفضة وصبها في قوالب مقاومة للحرارة المرتفعة وبعد تبريدها بالماء البارد يعاد تشكيلها وصياغتها في أشكال مختلفة كتلك النماذج التي ظلت إلى حدود ما قبل عشرين عاما هي الحلي الرئيسية لزينة المرأة اليمنى ترجمة نانسي قنقر 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 الكابتن جمال نديم اسم مميز في عالم كرة القدم اليمنية والعذنية بشكل خاص تألق قديما في الملاعب الدولية والمحلية كلاعب واليوم يسعى لرفع مستوى فريقه كمدرب التحق بنادي تلال قبل ما ينف عن ثلاثة عقود وتميز بلياقة عالية أحلته للانتقال إلى المنتخب الوطني وبعد خمسة عشر عاماً اعتزل اللعب وعاد للعمل مدرباً في النادي الذي انطلق منه في سنة 1985 بدأت اللعب وأنا ذاك أمري كان في السبعة عشر في سنة 1989 التحق بالمنتخب الوطني للشباب ومن ثم الداركت إلى المنتخب الوطني الأول واستمرت في اللعب تقريباً ما يقارب خمسة عشر سنة للنادي التلال الرياضي إلى سنة 2000 وفي سنة 2000 توقفت اللعبة الكرة واتقات إلى مقالة تدريب وفعلاً أدربت عدة اندية ومن ضمن الاندية هذه نادي التلال ونادي الشمسان ونادي الوحدة وفي تعاون بعدان وسيئون وفي اللحق وفي شبوه عدة اندية مقارب 19 سنة هنا في هذا المقال إلى 2019 عدت إلى نادي التلال الذي نحن هذا اليوم فيبو وأنا الآن أدربنا التلال في 2019 شارك الكابتن جمال نديم في العديد من البطولات عالمياً وعربياً ومحلية ونقش في ذاكرة الكرة اليمنية اسماً مميزاً ولاعباً عشق الكرة بكل تفاصيلها في سنة تسعين اللي أخذنا أول بطولة في بطولة اليمن في الدوري العام وكان التلال هو بطل هذا الدوري وخارجاً في تصفية كاس العالم الموحدة كاس العالم في الأردن والصين وقدم منتخبطني أفضل المباريات واللي هي مباراة مشهورة على اليمن الذي هزم فريق الصين فيها وأيضاً في تصفية تاسية في السعودية وقدمنا فيها أفضل نتائج هذه المباريات الخارجية بالنسبة للمباريات الداخلية من الواحد مقدش عد كم مباريات تعني لكن الأفضل هو موسم كامل كان في سنة 1991 بداية الواحدة اللي أخذ بطولة الجمهورية الدول العام أثرت حرب الانقلاب كثيراً على الرياضة كما يقول الكابتن جمال نديم ولم تعد كرة القدم تلقى الاهتمام والدعم الذي تستحقه ولا ترقى مستويات أنديتها في عدن خاصة واليمن بشكل عام إلى المستوى المطلوب قبل التسعين كانت في رياضة في حب دعت في الرياضة لكن الآن في سنة يعني حنا نعيش الآن قبل الحرب بعد الحرب في تدهور القائمين على الرياضة مش مهتمين بالدرجة الصحيحة أيضاً الأندية بعد الحرب تقريباً غلب الأندية دخلت مرحلة الركود وساعد في ذلك بزارة شاب الرياضة والاتحاد اليمن عدم إقامة الدوارية كثيرة أدى إلى غبوط مستوى اللعبة بشكل عام داخل اليمن فأنا نتمنى يعني لأنه قبل الحرب بدأنا في مستوى كويس وفي نتائج كانت كويسة بالنسبة لمنتخباتنا الناشئين لكن الآن نحنا في تراغع في تراغع في تراغع لازم نعمل تقييم صحيح لهذه القائمة على العمل هذا يعمل تقييم صحيح للجراء اليمنية بعد ذلك أنا أشوف أننا بنوصل إلى شي ما نتوقعش بالنسبة للرياضة في اليمن نشأ الكابتن جمال في أسرة الرياضية مما سهل أمامه العراقيل وذلل له الصعاب في مشواره الرياضي صانعاً تجربة متميزة تعاهدها بالكثير من الحب والجديد والمثابرة أنا أصلاً من أسرة الرياضية بدلاً من قدي إلى عند الوالدي والدي كان لاعب وأخي برضو كان لاعب مع التلال الله يرحمه عبد الناصر النبي وأيضاً خالي كان لاعب في نادي التلال فأنا من الناس اللهم ولك الحمد الذي ما وقت معه وقات خاصة هنا كان فيه هدف دراسي وأننا حققوه أن ألعب نادي التلال الفريق الأول فمشيط الخطوات صحة هذا الموضوع لكل إنسان أي إنسان يشيط غلب يكون فيه هدف معين موجود داخله يحاول يمشي على هذا الهدف أنا فعلاً كان الهدف الأساسي لي كيف البلوغ إلى نادي التلال فريق الأول وفعلاً بمساعدة أهلي وصلت وهذه المعوقات أنا أشوف أن حاجد الإنسان استنعها لازم الواحد هو اللي يتغلب على هذه المعوقات والحمد لله الحمد لله لحد دلال ماشي أي معوقات للفوز في المباراة آباء كثر لكن الخسارة لها أب واحد هو المدرب هكذا يصف الكابتن جمال نديم تجربته مع التدريب فكونه مدرباً يفرض عليه الكثير من المهام ويضع على عاتقه مسؤولية الفريق بشكل عام المدرب لازم يكون مسؤول على الناس كل المتواجدة سواء كان لعبين سواء كان جهاز فرني سواء كان تحسب بيضة القمود مسألة المدرب هي الطريقة التعب لأي شخص اشتغل في هذا المجال لأنه في كرة القدم عندنا لما يفوز الفريق يظهر لهم يتأب ولما يخسر الفريق يظهر له أب واحد اللي هو المدرب فلهذا التعب الكثير على المدرب أب من اللاعب وأنا ما كانت اللاعب طبعاً ما شعرش بهذه الأمور كلها لكن لما دخلت في المدرب شعرت بهذه الأمور وشعرت المدربين اللي تعبتهم من قبل ولا نشعر بهذا الموضوع لكن نشوف أنه مقال تدريب ومقال واسع ومتطور يخشى الكابتن جمال نديم على كرة القدم المزيدة من التدهور بعد أن باتت البطولات محدودة والرياضة شبه محاصرة ويأمل بغد أفضل للرياضة والرياضيين في عدن واليمن بشكل عام أتمنى أننا في التطور لكن أنا أشوف الوضع مترتبة على هذا أن الوضع بيستمر على التدهور لأنه خلال سنة ما يقامش إلا بطولة وحدها واللي هي بطولة رمضان ما بش غيري وهذه البطولة مختصرة على المحافظة الأولى والمحافظة عدن قرص يعمل مش المحافظات كلها حتى ما بش جوري عامي قمو الاتحاد بين الجمهورية كلها فلهذا أنا أشوف إذا بنستمر على هذا الوضع بدون ترتيب الأوراق الوزارة والاتحاد ونحن الحمد لله يعني وزارتنا أشوف إنه السيد نايف البكري وزير الشاب الرياضة هو إنسان متفتح بشباب ممكن نتدارك هذه الأمور فنتمنى أنه نتدارك لأن القائمة للعمل نشوف ولا أي خطوة إيجابية لحد لا نقوموا فيها وأنا خافي بالضرع على هذا الركود فنتمنى أنه يقوموا ويعودون الوضعات وننهض بالرياضة ثاني مرة مشاهدينا مضى اللقاء سريعا نحن نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر